مساء الخير. وبدي اقول لك يعطيك العافية. المطرب الكبير في راس ميرالي. اول مرة بيغني معنا بالموال. جاي من مصر. له اربعة شهر ببرازيل. اثناشر سنة بمصر. هلا قد نعمل معك مقابلة. لح تل نتعرف عليك كفنين. ومعك عالقورج. يا الف اهلا وسهلا. هلا كمان نحكي معنا. يعني بصراحة انا كتير اعجبت فيك بهالغنى الحلو. تقربك من الجمهور. والسدي اللي معك. السدي كتير حبو العالم اليوم بالحفل اسم الله كان في عالم كتير. ويعني تقريبا شميت شخص كان في هون. بسطوا كتير فيك. ومركنا معك كم حفلة كمان ما خليناك تروح. بعرف انك تعبين وانعصين. بس بدنا نفرجي على السدي فيك تخبرني شوي. على السدي وين عملته هيدا السدي. هذا السدي انا عملته بمصر اتعاملت مع اكبر ملحيين واكبر كتاب وموزعين بمصر الحمدلله. اعملت اتنين فيديو كليب من الالبوم وعملت بعده فيديو كليب كمان بس لسه ما نزل. الحمدلله هذا اخذك شركة ايم اي وزعته بالعالم. والحمدلله كان نشار كتير كبير بكل الوطن العربي الاغاني اخذت المركز الاول. والحمدلله يعني الناس عرفتني من خلاله. ابتدت اشتغل بشكل موسع على مستوى الوطن العربي. وهلأ صرت بالبرازيل. بتمنى انه نعمل شغل حلو مع بعض ويعجبكم شغله. يا الف اهلا وسهلا. كم غنية في هيدا السدي؟ ممكن تشوفها. تسع اغاني. تسع اغاني ايوه. وفي واحدة ميوزك. كتير حلوة. وفي اتنين فيديو كليب انا حطيتهم مشان الناس يتعرفوا على شغلي. وان شاء الله بيعجبهم. يا الف اهلا وسهلا. وكتير حلوة شغلك. مرسي انا شفت السدي تركته مع جوزي. مرسي كتير. هلا بنا نتعرف عليك باول مشوارك الفني بسوريا. انت خلقين بسوريا انا من حلب. والدي نيزار مورة ليه. امن صر نقاب الفنانين ومن مؤسسين نقاب الفنانين بسوريا. نعم. فبطبيعة الحال انا عاشت بمجتمع كل فن. كانوا النجوم كلهم على تواصل مع والدي. فكانت حياتنا كلها فن. ابتديت من سن صغير اول شي اعزفت بعدين على الجيتار بعدين دخلت فرق موشحات وقدود حلبية كان هاي المدرسة الاولى اللي تعلمت فيها أصول الغناء ومن بعد عملت ألبوم الأول بسوريا وبعدين طلعت على مصر عملت الألبوم الثاني وحققت الانتشار بمين كنت متأثر بسوريا مين الشخص الأثر فيه كتير الحقيقة في عدة أشخاص يعني نحن بطبيعة الحال بسوريا منعشاء الطرب ومنعشاء الموشحات والأغاني الطربية على مستوى سوريا فكان الموشحات والقدود الحلبية أساس شغلنا أو أساس السلطن اللي دخلت على علوبنا وطبعا الأستاذ صباح فخري هو علم أو هرم من أهرامات الفن بالإضافة لأم كلتوم السيدة الغناء طبعا أستاذ عبد الحليم أستاذ عبد الوهاد فعدة مدارس وعدة ستايلات لازم نغني ولازم نتعرف عليها أو ندرسها بشكل معمق حتى نقدر نقول أنه أنا صرت مطرب أو لازم غني أو بقدر غني فالحمد لله كانت بدايات كانت كلها مع ناس كبار أسروا فيني كتير حتى أقدرت أعطي هذا المجهود الحمد لله يعطيك العافية كيف ترحت عن مصر؟ الحقيقة أنا بعد ما عملت الألبوم الأول بسوريا حسيت أنه صار الوقت مناسب أنه أعمل شي على مستوى الوطن العربي طبعا مصر معروفة أنه اللي بيروح إلى مصر وإذا حقق نجاح فهو حقق نجاح بكل الشر الأوسط فالحقيقة رحت اتجهت أنا على مصر وقابلت مع أهم النجوم بمصر مثل أستاذ حلمي بكر الموسيقار الكبير أستاذ محمد ضياء الدين أستاذ كتير كبار الحمد لله حبوا صوتي كتير وتعاونت معهم وفي أغاني من التعاون مشترك بيننا بالألبوم وكانت هاي الانطلاقة الأساسية باحتجاه أنه أنا أعيش بمصر وحقق نجاح والحمد لله قدرت تعيش فترة كبيرة يعني وعملت كل اللي ممكن ينعمل يعطيك العافية وغير مصر وين رحت كمان بلد العربي؟ أنا رحت على كل الوطن العربي تقريبا آه برامت؟ عملت حفلات بكل الوطن العربي الشركة EMI وقعت معي مركزة بالشر الأوسط بدبي وزعت العالم الألبوم بكل العالم فكان إلي حفلات في دبي عملت بالأردن عملت بسوريا بلبنان بتونس الحمد لله يعني كتير أماكن كان إلي تواجد فيها وشو الألوان اللي بتغنيها؟ بتغني كمان خليجي ولا بس مصري وسوريا؟ أنا بغني كل الستيلات الحقيقة ليش؟ لأنه أنا بأمن أنه الفنان لازم يكون بيغني كل شيء ما بينفع يغني شغلي وما يعرف يغني شايلة أو ما تلبق له هاي الشغلة فأنا بغني طربي عاطفي رومانسي دبكة خليجي موديرن دراما كل الستيلات اللي ممكن تتغنى عملت بألبومي وإن شاء الله بالألبومات اللي جاي في التنوع أكتر يعني وإن شاء الله بيعجبكم شو رأيك بالرقاصات هلأ شوية معلق بنا نحكي أنت مجوز ولا أعزب؟ هلأ أنا مجوز مجوز عندك وليه؟ عندي بنوتة هي بعدها بمصر يعني؟ طيب مراح نحكي ع حياتك الشخصية بس لأنك الشبوبية بنا نطمن البنات بدي أسألك بالنسبة للرقاصات هلأ طبعا بمصر رقاصة معروفة قدام أهدومة أصلا الشعب المصري مهدومين كتير والشعب السوري عندهم من الإقاع المظبوط والطرب والرقاصات وين لقيت الرقاصات هكي عندها ميزات غي بتتميز عن غيرها مثلا رقاصة بالبرازيل هلأ شفتن وبمصر وبسوريا شو رأيك هكي بلمحة هكي؟ بمصر هن المدرسة بحفزاتها بالرقص الشرقي يعني إلن تاريخ كتير كبير ومعروفين كتير بهذا المجال بس أنا تفاجأت بالبرازيل أنه يعني كمية رقاصات هون رائعين جدا إحساسهم بالإيقاع رائع جدا بيحسوا المسيئة الشرقي بشكل أنا الحياة تفاجأت فيه وكتير مبسوط أنه في حالة فنية كتير عالية وخاصة أنه بخص مجال شغري يعني الشرقي فالحقية أنا كتير مبسوط أنه بالبرازيل فيه رائعصات كتير حلوين بالنسبة لبرازيل هلأ إليك أنت أربعة شهر كيف لقيت البلد هكي؟ بفرق عن مصر ولا قريب منه كتير؟ الحقيقة لا يفرق حقيقة يعني شو الفرق بين الشاب مثلا تخبرنا شوي على الشعب المصري الشعب المصري بشكل عام هو شعب طيب كتير شعب مضياف شعب بيحب الضحك ودمه خفيف معروف لكن نحن عم نحكي على المستوى الطباع الفكري والثقافة الشرقية تختلف تماما عن الثقافة البرازيلية بالبرازيل فيه انفتاح أكتر فيه تعامل فيه سلاسة أكتر بعد هالفترة يعني صار فيه بالبرازيل فيه فيه التعامل بين الناس فيه أريحية أكتر فيه تواصل كتير حلو بالمجتمع الشرقي بشكل عمو مو بس بمصر بتلاقي قليل صعب يعني يا ألف أهلا وسهلا فيك فيك تخبرنا شوي على المرافعك غزوان عازف أورغ غزوان موسى من أهم العازفين بسوريا الحياة طلع على مصر كان عم بشتغل بمصر تعرفت عليه هونيك هو ثنان موزع موسيقي عازف من الدرجة الرفيعة هلا نحن هون مع بعض جينا على البرازيل عم نشتغل مع بعض ويعني الحياة هو كتير بيساعدني أنه أنا أقدم الصورة اللي أنا بحب أقدمها عن ثراس فهو له جزء كتير كبير منها لأنه هو عم بيجسدها من خلال المسيئة اللي بيقدمها هو كتير كتير حدا شاطر ويعني بيشرفنا أنه نحنا نقدم هذا الشغل لألكون يا ألف أهلا وسهلا فيك وأحوى إجا غزوان هتا نحكي معه تخبرنا عن مشوارك الفني وين بلشت بسوريا كمان وسبب انطلقتك لمصر أنا بسوريا كان عم بستعشر سنين بلشت عزف اشتغلت مع الفنان مصر مدريب وطلعنا عم بيها على مصر تعرفت على فراغ سميك اشتغلت سنتين بمصر كنا عمليين باند هوني كمان جا وأورج انت بدأ أورج وشو كمان كمان بس أورج كان معي عازف ماصر مورالي عازف كمان كنا عمليين شو بمصر ظللنا سنتين هوني وهلأ صارنا أربعة شهور صار عندي شوية مشاكل هوني فأجيت يا ألف أهلا وسهلا بدي اسألك سؤال عن الأورج هلأ الأورج الشرقي بيختلف عن الأورج الغربي مظبوط ما لديه مميز ما هي المميز الأورج الشرقي ما في فرق بين الأورج و الشرقي ما في فرق هو الفرق العازف الشرقي والعازف الغريقي أيوه حلو الأورج هيدا جيبوا مني جيبوا معاك من بيروت شو بتخبرنا بعد عن نحيتك بمصر هيك مبسطت بالفن بيعتمدوا أكتر على الإقاعات المفرحة يعني بتفرق شوية الموسيقى معاك طبعا هونيك بمصر المجال الشرقي مفتوح أكتر من هون كتير يعني مجال الرأس لحال الطرب لحال هون فيه مشكلة إنه ما بيسمعوا غير رأس ما بيسمعوا غير رأس أكتر شيء في كتير شغلات بالشرقي هون ما لقينا الناس محاببته الطرب عبدالوهاب محاببته محاببته طبعا يا ألف أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله تنبسط معنا بالبرازيل وبالموال وكتير مبسطنا وتشرفنا بوجودكم معنا وهلا بقلكم باي باي إلنا لقاء تاني معن بالموال أهلا وسهلا شكرا كتير شكرا شكرا